اشتركوا في القناة الجزء الاول والذي يدخل ضمن الوحدة السالسة الاسبوع الثالث الصفحة مئتان واربعة بسرعة نعم نمر الى الاحد واكتشف اذا لدينا في الاحد واكتشف جدول نعم فيه جملتان هاتان الجملتان سنحدن عناصرهما انطلاقا من الجدول اذا لدينا الجملات الناسخ الحرفي اسمه خبره نعم ثم نوع اسم الناسخ الحرفي اذا تتذكرون معي عزائي عزيزتي النواصخ الفعلية التي سبق وان رأيناها في الاسبوع الماضي الجزء الأول والجزء الثاني كذلك اذا لا بأس ان نذكر بالقاعدة المتعلقة بالنواسخ الفعلية اذا تدخل النواسخ الفعلية كما اسلفنا على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها في هذه الحصة ان شاء الله سنكتشف فاذا كانت النواسخ الفعلية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها النواسخ الحرفية تنصب تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها اذا لكي نلاحظ هذه الطاهرة نقرأ الجملتين الجملة الاولى ان النادل نشيط ثم الجملة الثانية انه نشيط لاحظوا معي في الجملة الاولى الناسخ الحرفي في هذه الجملة وان وفي هذه الحصة نكتشف النواسخ الحرفية اذا ان هنا ناسخ حرفي اذا في هذه الجملة اسمه هي كلمة النادلة لاحظوا معي النادلة هنا اسم ان منصوب هناك فتحة فوق اللام نشيط لاحظوا معي كلمة نشيط هو خبر ان مرفوع وكذلك نوع اسم الناسخ الحرفي لاحظوا معي النادلة هو اسم ظاهر اذا اسم ان هو اسم ظاهر نمر الى الجملة الجملة التانية هي نفسها الجملة الاولى ولكن لاحظوا معي هنا انه نشيط الهاء هنا تعود على النادل اذا فهو ضمير اذا فهو ضمير متصل اذا الناسخ الحرفي هو دائما ان اسم ان وهو الضمير المتصل لان الهاء هنا تعود على النادل اذا فهو ضمير المتصل بالناسخ الحرفي خبره دائما نشيط نوع اسم الناسخ الحرفي كما قلنا ضمير متصل اذا بهتين الجملتين اكتشفنا ان نوع اسم الناسخ الحرفي قد يأتي اسم ظاهر وقد يأتي ضمير متصل كذلك اسم الناسخ الحرفي يكون مفتوحا او يكون منصوبا وخبره يكون مرفوعا ستلاحظون اعزائي عزيزتي في المثال التاني انه نشيط ان الضمير المتصل الهاء وهو اسم ان جاء هنا مبني على الضم وقد يقول احدكم او تقول احداكم ان اسم ان هنا لم يأتي منصوبا بل اتى مرفوعا ولكن هذا خطأ هنا نقول بان الهاء ضمير متصل مبني على الضم ولكنه في محل نصبي اسم ان لدينا في الجدول اربع جمل ثم الناصخ الحرفي اسمه ثم خبره الجملة الاولى ان السائح منشرح لاحظوا معي عزيزتي الناصخ الحرفي هو ان اسمه السائح اذا اسم ان هنا جاء منصوبا خبره منشرح اذا خبر الناصخ الحرفي جاء مرفوعا او مضموما عرفت ان الحافلة مركونة اذا هنا ان والناصخ الحرفي الحافلة اسم ان منصوب مركونة خبر ان مرفوع ليت الفندق قريب كذلك هنا ليت هي من النواسخ الحرفية اسمه الفندق ثم قريب خبر ليت مرفوع لكن المرشد غائب كذلك هنا الناصخ الحرفي لكن اسمه المرشد خبره غائب اذا لاحظوا اعزائي عزيزاتي اكتشفنا في هذا الجدول انه لدينا مجموعة من النواسخ الحرفية نعم وهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسم اسمها وترفع الخبر ويسم خبرها اذا كما قلت سابقا فان النواسخ الحرفية تعمل عكس النواسخ الفعلية اولا لاحظوا معي سنحدف النواسخ الحرفية اذا الجملة الاولى ان السائح منشرح نعم عندما حدثنا الناصخ الحرف ان اصبحت الجملة السائح منشرح لاحظوا معي هنا نعم الجملة هنا جملة اسمية نعم تتكون من مبتدأ وخبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع اذا بعدما ازلنا او حدثنا الناسخ الحرفي اصبحت جملة اسمية فقط عرفت ان الحافلة مركونة لاحظوا معي هنا عندما حدثت ان الحافلة مركونة كذلك هنا جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر مبتدأ مرفوع والخبر كذلك مرفوع ليت الفندق قريب كذلك هنا عندما حدثت الليت نعم تحولت الجملة الى جملة اسمية من مبتدأ وخبر الفندق قريب نعم كذلك لدينا لكن المرشد غائب نعم عندما حدثنا لكن اصبحت المرشد غائب عند حدث النواسخ الحرفية نحصل على جمل اسمية من مبتدأ وخبر اذا تدخل النواسخ الحرفية على الجملة الاسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر وكذلك عندما تدخل هذه النواسخ الحرفية الجملة الاسمية تنصب المبتدأ ويسم اسمها وترفع الخبر ويسم خبرها الآن الآن سوف نستنتج قاعدة انطلاقا مما سبق إبدا كما أسلفنا النواسخ الحرفية هي نعم اكتشفناها في الجدول إن أن كأن لكن ليت لعل إذن هذه إن النواسخ الحرفية إذن هذه النواسخ الحرفية تدخل على الجملة الاسمية تدخل النواسخ الحرفية على الجملة الاسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسم اسمها وترفع الخبر ويسم خبرها ويأتي اسم الناسخ الحرفي اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا نعم كما رأينا في ولاحظ وأكتشف إذن قلنا بأنه ممكن أن يأتي اسم الناسخ الحرفي ظاهرا أو يأتي ضميرا متصلا هنا أعطيت مثال مثال الطقس بارد هذه جملة اسمية تبتدئ باسم وتتكون من المبتدأ وخبر عندما ندخل عليها إن تصبح إن الطقس بارد بعدما كانت الطقس بارد أصبحت إن الطقس بارد نعم سوف نعوض الطقس بالهاء وهو الضمير المتصل هنا فيصبح إنه بارد نعم أعزائي عزيزتي موعدنا إن شاء الله في الحصة المقبلة دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء